ونرى من هو مبتلى بأنواع الأمراض يتمنى أن يعمل طاعة لكنه لا يستطيع وشاب مستطيع لكنه لا يعمل على أي حال المعوقات أو العاهات والآفات ليست مانعاً من الطاعات ولا من التقدم فقد تقدم بعض أسلافنا وفاق وهم أصحاب عاهات وعطاء بن أبي رباح رحمه الله كان أعور أفطس أشل أعرج وكان إذا جلس بين تلاميذه كالغراب الأسود في حقن القطن ومع ذلك صار إماماً بأهل مكة وفقيهاً في الحج وهو الذي يستفتى فيه فأفقه أهل الحج أفقه أهل مكة في أحكام الحج عطاء من الذي يسأل في الموسم عطاء ربع من عامر رضي الله عنه كذلك الصحابي قبله كان معاقل فيه عرجة وصعوبة في المشي ومع ذلك كان طليق اللسان قادراً على المفاوضة مفاوض من الدرجة الممتازة في أي شيء يفاوض أهل الشرك لحملهم على الإسلام وإقناعهم وإنذارهم فأرسله سعد إلى رستم فكان من أنجح السفراء موسى بن نصير صاحب الفتوحات المشهورة كان أعرج قتاد من دعام السدوسي المحدث المفسر كان ضريراً أكمه وهو الذي يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً وقالون قارئ المدينة لقب بذلك لجودة قراءته كان أصم يقرأ القرآن وينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ الترمذي صاحب الكتاب المشهور من الكتب الستة كان أعمى لكنه برع وأتقن وحفظ وصنف ابن سيدة إمام اللغة صاحب كتاب المحكم في لسان العرب يضرب المثل بذكائه كان أعمى أيضاً وغيرهم كثير فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر